تعليقاً على هذه الزيارة ينضم إلينا هدفينا الدكتور حمد فارس المتخصف الشيون العربية دكتور حمد أهلاً وسهلاً بك على هذه النشرة بدايةً دعنا نعلق على الاجتماع الربعي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد المكتوم وأيضاً أو بالإضافة إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن أيسى أي دلالات أي الرسائل التي يمكن أن نستقيها من هذا الاجتماع الربعي؟ هي دلالة قوية أهلاً بك أستاذ هممان طبعاً وأهلاً بكل أستاذ مشاهدك أسترانيوز طبعاً دلالة قوية وتأتي في توقيفها في ظل أن وجود هناك حالة كبيرة تهدف الأمن القوم العربي وبالتالي هي دلالة على وحدة الأمن المصري الخليجي وبأن أمن الخليج كما أقت صحامة الرئيس السيسي مراراً وتقراراً أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القوم المصري والعربي وبالتالي هذه الدلالة تدل على أن الرئيس السيسي لم يألو جهداً في سبيل دعم العمل العربي المشترك ورفالة واضحة لكل قوى الشر والإرهاب من أن الدولة المصرية عازمة وبقوة على الوقوف بظل التهديدات التي قامت بها بعض الجماعات الإرهابية في العمل على تهديد أمن الخليج وبالأخص أمن الشقيقتين الإمارات والسعودية في الفترات الفائدة صحيح ربما ذلك أهم الرسائل التي يمكن أن نستقيها من هذه الزيارة هي رسالة الدعم رسالة التضامن التي نقلها الرئيس عفتاح السيسي إلى المسؤولين في دولة الإمارات جراء العمليات الإرهابية الأخيرة ذلك يدعونا إلى الحديث حول التنسيق الأمني التنسيق المعلوماتي بين الدولتين الذي ترسخ ربما خلال ستة أو سبعة عوام الماضية لأي مدى هذا التنسيق الأمني بين مصر وبين دولة الإمارات بالإضافة إلى دول أو ما يسمى بدول الاعتدال العربي البحرين وملاك العربية السعودية بالإضافة إلى الإمارات يمكن أن يكون محورا هاما عاملا هاما في تعزيز أمن المنطقة العربية بأسرها مصر لديها سياسة واضحة في التعامل مع الأمن القوم العربي مصر تصمع دوائر صغيرة لدعم الأمن القوم العربي دوائر تكون صادرة على إتمام الأمن القوم العربي بشكل كبير شاهدنا التحالف المصري الأردني العراقي وكيف كان له تعظيم للعمل العربي وفي مواجهة هو الإرهاب والشرق وشاهدنا المحور الأهم والأبرز وكيف كان نموذجا يحتزى به وهو العلاقات المصرية الإماراتية السعودية وأيضا المحور الآخر وهو محور مصر وكبرس واليونان وبالتالي سياسة واضحة للخارجية المصرية التي تعمل بإتزان كبير في تبيل تعظيم العمل العربي المشترك والوقوف في وقه التحديات التي تهدد الأمن القوم العربي باعتبار مصر هي رقيزة أساسية للحفاظ على الأمن القوم العربي ومحدداته صحيح خاصة أن الإرهاب هو إرهاب عابر للحدود والتبادل المعلوماتي والتبادل الاستخباراتي أصبح هو الوسيل للقضاء على الإرهاب في ظل أن مصر تخدم دائما وآبدا نظرة كبيرة ومقاربة كبيرة للعمل في ظل هذه المقاربة دكتور حمد دعني أسألك المقاربة المصرية تشمل في فحواها وفي متنها ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ومصر في الأونة الأخيرة كانت واحة اقتصادية بالنسبة للمنطقة العربية بالنسبة للشمال الأفريقي لدرجة حتى أن المسؤولين في هذا البيانة المسؤولين الإماراتيين أشاروا إلى أن ما فعلته مصر من تنمية اقتصادية في الأونة الأخيرة دعت المستثمارين الإماراتيين إلى الاستثمار في السوق المصرية هناك قرابة 15 مليار دولار تستثمر إماراتية طبعا تستثمر في السوق المصرية كيف يمكن أو كيف للتجربة المصرية التنموية أن تستقطب رجال الأعمال الإماراتيين ورجال الأعمال العرب من كل بقاع الدول الخليجية تحديدا أنا بشكرك على هذا السؤال يا أفزمام لأنه عندنا تكون دولة بقيمة الإمارات السياسية والاقتصادية والتي أشاد بها العالم أجمع فنجد أن هناك إشادة من هذه الدولة الشقيقة بالتجربة الملهمة التي قامت بها مصر من إصلاحات اقتصادية عظيمة فهذه دلالة قوية على قدرة الدولة المصرية بأن تكون في مصاب الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا الانعكاز الكبير من الاستقرار السياسي الذي نجح في توفيره الرئيس السيسي انعكس إيجابيا وانتصاديا على توفير حجم من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وجعل الدولة المصرية هي صبلة المستثمرين ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في العالم أجمع حجم التبادل التجاري وقعظيم دوره بيناميس والإمارات يدل على أن هناك الكثير والكثير ومن الممكن أن تكون هناك رؤية حقيقية إماراتية مصرية للعمل على تعظيم العمل الاقتصادي والسياسي تظل التطابق الكبير في الرؤى سواء سياسيا أو اقتصاديا وأمريا وأيضا عسكريا الدكتور حمد فارس المتخصص في الشؤون العربية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا لكم